موسيقى بعد تسلمها عصى الذاكرة المفوضية تستعد لإعلان نتائج الاقتراع المحلي ونسبة المشاركة تسجل 41% بعد أجراءات جديدة للبنك المركزي خفاض طفيف بأسعار الدولار وفائض الموازنة يبدد مخاوف العجز المالي موسيقى السلام عليكم أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمها عصى الذاكرة واستمارات العد والفرز اليدوي المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاية أكدت أن نتائج العد والفرز اليدوي لأكثر من 35 ألف محطة مطابقة للنتائج الألكترونية مشيرة إلى أن المفوضية ستباشر بمطابقة النتائج المرسلة عبر الوسط النقل مع نتائج عصى الذاكرة لغرض أعلان النتائج الأولية في الساعة الخامسة من مساء اليوم هذا وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بلغت 41% رئيس المجلس عمر أحمد قال أن العد والفرز الالكتروني جرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع مؤكدا التزام المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة وقد بلغت نسبة المشاركة الكلية في الانتخابات للتصويت العام والخاص 41% وبعدها تم إرسال النتائج ألكترونيا عن طريق الوسط الناقل لخمسة وثلاثون ألفا وخمسمائة محطة من أصل المحطات الكلية البالغة خمسة وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون محطة اقتراع أي بنسبة تسعة وتسعين قوين أربعة وثمانين بالمية وبدأت المفوضية بنقل المحطات التي لم ترسل نتائجها لخاية غلق الوسط الناقل في تمام الساعة الثانية عشر ليلا إلى مراكز التدقيق المركزي في المحافظات بموجب القانون الانتخابي وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع تطبيقا للقانون الانتخابي كما ستوافقكم المفوضية بكل شفافية بجميع البيانات الانتخابية حال اكتمالها من جهاته أعلن وزير الداخلية عبدالأمير الشمري بدأ المرحلة الثانية من خطة الانتخابات الخاصة بنقل صناديق الاقتراع وعصى الذاكرة وقال الشمري في مؤتمر صحفي أن الانتخابات أجريت دون تسجيل أي خرق أمني أجريت هذه الانتخابات بدون أي خرق أمني كانت هناك خطة مرنة عدة من قبل اللجنة الأمنية وتم متابعتها بشكل شخصي من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم وبإسناد وتنفيذ كل الوزارات والجهات الأمنية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهي الحج الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وإضافة إلى الأجزاء الأمنية من الأمن الوطني والمخابرات وكل أجزاء الأمنية اشتركت في تنفيذ خطة أمنية ناجحة لحماية مراكز الاقتراع وحماية العملية الانتخابية التي نفذت خلال عام 2013 الساعة السادسة قبل خمس دقائق أغلقت صناديق الاقتراع وبدأت الخطة بمرحلة ثانية وهي عمليات نقل عصد ذاكرة ونقل صناديق الاقتراع باتجاه مخازن المفوضية رئيس اللجنة الأمنية العالية لتأمين الانتخابات الفريق أول روكن قيس المحمداوي أكد أن الأمور تسير بنحو ممتاز بإرسال معلومات الاقتراع العام لمجالس المحافظات من مراكز التصويت إلى المكتب الرئيسي للمفوضية لافتان إلى أن القوات الأمنية تواصل خطتها بعد نجاحها بتأمين الاقتراعين الخاص والعام الأمور تسير بشكل ممتاز أقول ممتاز وفق الوقت القياسي اللي هو مسموح ستساعات نحن الآن ثلاث ساعات وصلنا إلى تسعين بالمئة من إرسال كل المعلومات بدون أي خلل ووصلت إلى المكتب الوطني إرسال المعلومات بشكل سليم معنى أنه عصد ذاكرة تم إكمالها وما يسمى الفلاش أو الهارت تم إكمال معلوماته لكل محطة ويرسل من المحافظات إلى بغداد أما برا أو جوا وبدأنا بهذه المرحلة الآن وننتظر الساعات القادمة لإكمال كل عصد ذاكرة إيصالها ونقل كل صناديق الاقتراع إلى مخازن فوضية لدينا طائرات القوة الجوية الأبطال من ثلاث قواعد رئيسية بالعراق تنقلها قوة جوية لكن هذه القواعد يتم نقل من محطات فرعية من أغضية من نواحي بباسطة طيران الجيش يعني بشكل أبسط طائرات الهليكوبتر تنقل إلى قواعد النقل بالقوة الجوية بطائرات النقل سيميو الثلاثين أو السزنة تنقلها من القواعد الجوية إلى المكتب الوطني لذلك ما نحتاج أي معونة أو طائرات أخرى غير الطائرات العراقية أعلن مكتب مفاوضية الانتخابات في محافظة ديالة أن نسب المشاركة في الانتخابات بلغ 40% المتحدث باسم مكتب المفاوضية سلام مهدي أشار إلى أنه تم تجاوز الأخطاء التي حصلت في التصويت الخاص خلال عملية الاقتراع العام نزف البشرة إلى أبناء المحافظة بأن عملنا قد تم على أتم وجه وبكل إتقان وبمشاركة كبيرة من أقبل الأبناء المحافظة حيث بلغت نسبة المشاركة 40% من سكان المحافظة وعدد المصوتين الكلي الذين صوتوا اليوم هو 359 ألف وتلاثمئة واربعة وستين ناخب من أصل 892 ألف وسبعمئة وعشرة وهذه النسبة وهذه النسبة الكبيرة من قبل المصوتين إنما تدل على المنافسة الشريفة والكبيرة بين أبناء المحافظة في اختيارهم ووعيهم في اختيارهم لممثليهم في البرلمان الحمد لله الملاحظات الفنية التي حدثت في عملية الرسال في التصويت الخاص قد تجاوزناها وبدأنا بالرسال ونبشركم بذلك مدير أعلام مكتب مفوضية الانتخابات في نينا وصفيان المشهدان أعلن أرسال جميع من نتائج التصويت عبر الأقمار الصناعية إلى المركز مشيرا إلى عدم تسجيل أي خلال مشابه للذي حدث في التصويت الخاص انتهى العمل في جميع المحطات في عموم محافظة نينوى لعدد 3993 محطة وتم إرسال النتائج عبر الأقمار الصناعية بشكل كامل وبنتيجة مئة بالمئة والذي حدث في التصويت الخاص من لود وعدم إرسال عبر الأقمار الصناعية هذا الأمر لم يحدث هذا اليوم والحمد لله والشكر الأجهزة ومثل ما كان هناك يقال على الأجهزة أنها سترعطل أو سيصيبها أي خلل الحمد لله والشكر منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السادسة الأجهزة عملت بشكل جيد في الصباح كان هناك إحباط ولكن بعد الظاهرة كان هناك إقبال في كثير من المراكز وحتى مراكز داخل الموصل النتيجة كانت في ساعة منتصف النهار كانت 23% وإن شاء الله ستكون أكثر من هذا العدد الموجود أما فيما يخص مفاوضية انتخابات وقيادة عمليات محافظة ميسان فقد أعلنت نجاح الانتخابات المحلية في المحافظة في مؤتمر المشترك بعد أغلاق صندوق الاقتراع عكدت المفاوضية والقيادات الأمنية عدم تسجيل أي خرق رافق العملية الانتخابية رغم المعوقات الفنية والتقنية واللوجستية إلا أن المفاوضية أكملت هذه المهمة بنجاح طبعا هذا يعود النجاح لتضافر عدة جهود منها جهود موظفين الأبطال اللي متلون يعني بصراحة احترافية عالية في العمل المهني وأثبته اليوم كما أثبته في الانتخابات السابقة اللي تجرت في العراق بأنهم أهلا للمسؤولية بالإضافة إلى تضافر جهود القوات الأمنية في محافظة ميسان بجميع صنوفها سواء كانت متمثلة بقيادة عمليات ميسان أو قيادة شرطة ميسان أو الأجهزة الأمنية الساندة المتمثلة بالوكالات الأمنية وجهاز المخابرات والاستخبارات بالإضافة إلى الأبطال قوات الحجد الشعبي كل هذه الصنوف والتي لم أذكر بعض منها سهوا طبعا جميعها ساهمت في إنجاح هذا الحدث المهم في تمام الساعة 1800 من هذا اليوم أغلق صناديق الاختراع ونعلن نجاح الخطة الأمنية لمحافظة ميسان لقيادة عمليات ميسان والقطاعات الملحقة بها بهذه المناسبة نهن الشعب العراقي الكريم ونهن السيد القادة العام للقوات المسلحة والقادة والسيد وزير الدفاع السيد رئيس سركان الجيش المحترم بنجاح الخطط الأمنية جاء هذا النجاح بتضافر جهود الجميع وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات في محافظة ميسان لقد كان أبنائكم أبناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بمختلف صنوفها من قيادة عمليات ميسان وقيادة شرطة ميسان وقيادة عمليات الرافدين للحجد الشعبي وجميع الأجهزة الأمنية العاملة في هذه المحافظة الدور الكبير في هذا الإنجاز وإن شاء الله جرت العملية الانتخابية في محافظة ميسان كما وضعت بالخطة ونفذت حرفيا وما زالت مستمرة إلى أن تعلن المفوضية المستقلة الانتخابات في محافظة ميسان إجراءاتها وإتمام عملها اشتركوا في القناة أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني فحكومته بالتزامها في إجراء انتخابات مجالس المحافظات كما ورد في منهجها الوزاري وقال السوداني في بيان إن أبرز صور النجاح تمثلت في قامة الانتخابات بمحافظة كاركوك التي تعطل إجراؤها منذ العام 2005 مشيرا إلى أن هذه الانتخابات خطوة أخرى نحو المركزية الإدارية وتدعيم للسلم الأهلي والاستقرار وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013 باركة رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد إنجاز انتخابات مجالس المحافظات بوصفها استحقاق دستوري رشيد في تدوينة له على موقع اكس أشار إلى أن الانتخابات المحلية استحقاق دستوري وضرورة إدارية مهمة مرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين كما أشهد بجهود كل من ساهم في إنجاح تنظيم الانتخابات باعتبارها الخيار السلمي والديمقراطي للعراقيين أعرب رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم عن أمله بتشكيل حكومات محلية فاعلة تحقق الخدمات ورفاهية للشعب وقدم الحكيم شكره للشعب العراقي على حرصه واندفاعه صوب ترسيخ أسس المسار الديمقراطي عبر المشاركة الفاعلة بالانتخابات لاختيار من يمثله في مراكز القرار مشددا على ضرورة أن ينعكس ذلك بتشكيل حكومات محلية فاعلة تحقق الخدمات ورفاهية أكد أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن ضرورة تكون نجاح الانتخابات خطوة في مسار بناء الدولة ورفع مستوى الخدمات والبناء التحتية وتوفير فرص العمل في المحافظات وعبر الخزعلي في بيان عقب انتهاء الانتخابات عن أسفه لصدور بعض التصرفات التي وصفها بالخارج عن القانون والتي أثرت في نسبة مشاركة بعض المناطق التي حدثت فيها دعا ريس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني باثل طلباني جماهير الحزب لالتزام الهدوء في المحافظة كاركوك لحين أعلن نتائج الانتخابات طلباني في بيان دعا مكونات كاركوك إلى ضرورة الحفاظ على السلام في كاركوك والتعبير عن انتصاراتها بالسلام وهدوء يأتي هذا وسط وجود معلومات عن توتر وشد وجذب بين المكونات لسيما الجماهير الكردية بسبب النتائج الأولية للانتخابات هناك اعلنت وزارة الدفاع عن سقوط طائرة هليكوبتر في توسق الماتو بمحافظة صلاح الدين مؤكدة استشهاد ضابط برتبة عقيد وذكرت الوزارة في بيان انه اثناء تنفيذ واجب دعم واسناد الخطة الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وخلال واجب نقل حدث خلال فني او حدث بذلك خلال فني بأحدى الطائرتين مما ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد اقلاعها من مطار حليوة أكد الحجد الشعبي نشر ثلاثة الاف مقاتل في محيط المدن المحررة لمنع تسلل عناصر داعش الارهابي مصدر النمني ذكر ان جميع قواطع الحجد مستقرة ولم تسجل اي خروقات لافتاني لان عمليات الانتشار ومسك الارض وتعزيز المرابطات تجرى بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالة من خلال غرفة تنسيق عالية لمنع تسلل داعش سجلت سعار الدولار انخفاضاً طفيفاً عن الايام الماضية في البورصات والصيرفات المحلية مرسلون رابع أكدوا أن أسعار بيع الصيرفات للمواطنين بلغت 155 ألف دينار لكل مائة دولار فيما بلغت أسعار شراء الصيرفات من المواطنين 153 ألف دينار لكل مائة دولار أكد عضو لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ياسر الحسيني مساهمة فائض موازنة 2023 في سد العجزة بموازنة العام المقبل الحسيني قال إن المبالغ والمخصصات التي وضعت المشاريع لم تصرف لغاية الآن لافتا إلى أن ذلك سيولد فائضا ماليا يمكن استخدامه في الموازنة القادمة لافتا إلى أن العجزة الموجود في الموازنة للعام الحالي يبلغ 64 تريليون دينار ضفر رئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بنسبة قرابة 90% من الأصوات السيسي في كلمة نلقاه عقب فوزه في الانتخابات التعهد باستمراره في بناء جمهورية جديدة واحترام الدستور والقانون إذن أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها كمؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمة وأجدد معكم العهد بأن نبزل معاً كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها هذه مصر التي نحلم بها جميعا أذكر بالأبرز بعد تسلمها عصد ذاكرة المفوضية تستعد لإعلان نتاج الاقتراع المحلي ونسبة المشاركة تسجل 41% بعد أجرات جديدة للبنك المركزي انخفاض طفيف بأسعار الدولار وفائض الموازنة يبدد مخاوف العجز المالي دمتم بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر